كوريا الجنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية تحذيراً لبيونج يانج الإعصار إيرما يشتد إلى الدرجة الرابعة مهدداً الكاريبي وفلوريدا ومع استمرار اضطهادهم في بورما عشرات الألاف من الروهينغا لجأوا إلى بنجلاديش خلال عشرة أيام أسعد الله صبحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلاً بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من ردود الأفعال الدولية تجاه استفزازات كوريا الشمالية النووية إذ أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أنها أجرت مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لتحذير بيونج يانج من الإقدام على أي استفزاز في البحر بعد يومين على التجربة النووية السادسة لبيونج يانج وأوضحت أنه في حال قيام بيونج يانج باستفزاز فوق سطح الماء أو تحت الماء فقواتها ستقوم بالرد فوراً لدفنهم في البحر على حد تعبيرها هذا وقال البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وافق من حيث المبدأ على رفع القيود عن قدرات أوزان الصواريخ الكورية الجنوبية وخلال اتصال مع رئيس كوريا الجنوبية منجي إن وافق ترامب على تعزيز القدرات العسكرية المشتركة ومنح سيول موافقة مبدئية لشراء أسلحة من الولايات المتحدة بمليارات الدولارات إذن أعلنت سيول أنها رصدت مؤشرات تفيد بأن كوريا الشمالية تعد لعملية إطلاق صاروخ بلسطين جديد فيما عززت دفاعاتها غدا قيام بيونج يانج بأكبر تجربة نووية وإعلانها أنها قنبلة هيدروجينية فما هي الصواريخ التي تمتلكها كوريا الشمالية وما هي مواقع إطلاق تلك الصواريخ الزميل زكريا نعساني لديه تفاصيل يعتبر برنامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية من أكثر الأنظمة تطورا وتهديدا للأمن العالمي شهدت السنوات الأخيرة سرعة غير مسبوقة في الاختبارات لصواريخ جديدة ذات مدى أطول من تلك التي بدأت بيونج يانج تطويرها منذ ثمانينات القرن الماضي تطورت ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية عبر العقود الماضية وأصبحت تمتلك ترسانة من الصواريخ متوسطة المدى والعابرة للقارات خاصة بعد التجربة الأخيرة التي أجرتها في يوليو تموز الفائت وقالت حينها وزارة الدفاع الأمريكية إن قدرة الصواريخ الجديدة التي امتلكتها كوريا الشمالية أصبحت تهدد كل نقطة في الولايات المتحدة فما هي الصواريخ التي طورتها بيونج يانج وهي جاهزة الآن للإطلاق ففي الرابع من تموز يوليو 2017 قالت بيونج يانج إنها أجرت أول اختبار ناجح لصاروخ عابر للقارات وقالت إن صاروخ هو سونج 14 لديه القدرة على ضرب أي مكان في الأرض ولكن التقديرات الأمريكية الأولية تشير إلى أن مدى الصاروخ أقل من ذلك وفي آب أغسطس 2016 أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت صاروخ أرض أرض متوسط إلى بعيد المدى يطلق من الغواصات ويدعى بوكو جو كوسونج وأيضا تم تجربة صاروخ هو سونج 5 على 6 ومده 1000 كيلومتر إلى جانب صاروخ نودونج ومده 1300 كيلومتر وأيضا تم تجربة صاروخ موسودان ومده 3500 كيلومتر وأخيرا صاروخ هو سونج 14 ومده 6700 كيلومتر كذلك شهد العديد من الصواريخ التي لم يتم تجربتها حتى الآن في الاستعراضات العسكرية التي تجريها بيونج يونج بشكل دوري منذ 2012 ومن بينهم صاروخ كي إن 8 ذي المراحل الثلاث والذي يطلق من ظهر ناقلة ومده يتجاوز 11500 كيلومتر وأيضا الصاروخ كي إن 14 فيبدو أنه صاروخ ذو مرحلتين يبلغ مده نحو 10 ألاف كيلومتر واستعرض جيش كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية يمكن إطلاقها من غواصات والتي يسميها الولايات المتحدة كي إن 11 كما استعرضت كوريا الشمالية أيضا ولأول مرة صاروخها كي إن 15 وهي النسخة البرية من الصاروخ الباليستي الذي يطلق من الغواصات ويعمل بالوقود الصلب أما مواقع إطلاق الصواريخ فهي متوزعة على أجزاء شبه الجزيرة الكورية وهي كالآتي أولا موقع موسودان ري في أقصى الشمال الشرقي أو في القرب منه موقع سينجنام ري أما في الشمال الغربي فهناك موقع يونجو ري وإذا اتجهنا إلى أقصى الغرب في الوسط سنصل إلى موقع سوهاي وهو رابع موقع هناك ولكن رغم هذا التقدم إلا أن كوريا الشمالية ما زالت تبتقر إلى القدرة على استهداف مدينة ما بشكل ضقيق بصوريخها العابرة للقارات من جهتها أعلنت برلين أن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية على الدفع باتجاه فرض مزيد من العقوبات ضد كوريا الشمالية التي أجرت صباح يوم الأحد الماضي تجربة نووية جديدة وقال ناطق باسم ميركل في بيان له إن الزعيمين أكد أن مجلس الأمن ينبغي عليه سريعا فرض عقوبات جديدة وأشد قال الدكتور سامي نادر الأستاذ في العلاقات الدولية في مدخلة له مع أخبار الآن قال إن أنظار جميع الدول تتجه إلى الصين لحل مشكلة بيون يانج والضغط عليها لوقف تهديداتها النووية كل الأنظار اليوم ترتكز على بكين وكيف سوف تتعامل الصين مع هذه المسألة لأن الصين وحدها الطرف القادر على الضغط على كوريا الشمالية هناك كلام كثير ومواقف متقدمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومتشددة وتهديد بعقوبات اقتصادية على كل من يتعامل اقتصاديا مع كوريا الشمالية والكلام موجه تغمز من قناة الصين تحديدا 90% من حجم التجارة لكوريا الشمالية مع سائر العالم هو 90% هو تجارتها مع شريك واحد وهو الصين إذن لدى الصين اليوم إمكانية ورافعة تأثير قوية على كوريا الشمالية أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعصير أن الإعصار إيرما اشتدت قوته وأصبح إعصارا خطيرا من الدرجة الرابعة وهي درجة ما قبل القصوى وضف المركز أن الإعصار بات يهدد المنطقة الممتدة من جزر الكاريبي وحتى ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة التأهب تحسبا لوصوله وقال المركز أن قوة إيرما ستشتد أكثر خلال الساعات الثمانين وأربعين المقبلة قال جريك أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية إن الخسائر الشاملة الناجمة عن الإعصار هارفي في ولايته ربما تتراوح ما بين 150 مليار إلى 180 مليار دولار وهو ما قد يزيد أكثر من 20 مرة عن حجم الأموال المبدئية التي طلبها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي من الكونغرس وقدرها 7 مليارات و85 مليون دولار أعلنت منظمة العفو الدولية أمنيستي أن هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية أوقعت في الأشهر الخمسة الماضية نحو 400 قتيل مدني أي أكثر من ضعف حصيلة الأشهر الخمسة التي مضت ولفتت المنظمة إلى أن العدد الفعلي للضحايا هو أكبر على الأرجح إلى العراق حيث أفاد مصدر محلي في محافظة كاركوك بقتل ما يسمى بالمفتي العام لتنظيم داعش وأوضح المصدر أن رتلا لمسلحي تنظيم داعش استهدف بضربة جوية أثناء سيره على طريق زراعي في أطراف ناحية الرياض غربي كاركوك ما أدى إلى قتل القيادي المذكور وعدد آخر معه إضافة إلى تدمير ثلاث من مركبات التنظيم وفيما باشرت القوات العراقية التوجه إلى قضاء الحويجة لتحريرهم من احتلال داعش طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان القوات الأمنية بضرورة المحافظة على حياة المدنيين وتوفير ممرات أمينة لهم ولأسرهم التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم مع قرب بدء عمليات تحرير قضاء الحويجة من احتلال تنظيم داعش دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان القوات الأمنية العراقية إلى ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان والمحافظة على حياة المدنيين وتوفير ممرات آمنة لهم ولأسرهم تجنبا لوقوع خسائر أو إصابات بين صفوفهم جراء العمليات العسكرية معربة عن كامل ثقتها بقدرة القوات الأمنية على تحقيق النصر السريع والحاسم على مسلحي داعش وإنقاذ المدنيين من المعاناة اليومية وسوء المعاملة والانتهاكات الإنسانية لأكثر من سنتين وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت الخميس أن طائرات القوى الجوية باشرت بإلقاء ملايين المنشورات على قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كاركوك تتضمن إبلاغ أهالي القضاء بقرب خلاصهم من تنظيم داعش هذا وباشرت القطاعات العسكرية بالوصول إلى محيط القضاء الذي يعد آخر معاقل التنظيم في شمال العراق بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية في قضاء تلعفر والطرد مقاتلي تنظيم منه وفي هذا السياق قال قائد عمليات قادمون ياتلعفر الفريق الركم في القوات الخاصة عبدالأمير رشيد يارالا السبت إن وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وصلت إلى ناحية القيارة جنوب مدينة الحويجة للمشاركة في معركة استعادة القضاء فيما أشارت مصادر عسكرية في الجيش العراقي إلى أن عدد مقاتلي التنظيم المتطرف في قضاء الحويجة يقدر بنحو ألفي مسلح إضافة إلى عشرات الآلاف من المدنيين ما انتحررت مدينة الموصل من احتلال داعش الذي احتلها لنحو ثلاث سنوات كان حسام المسيحي كما يسميه جيرانه أول العائدين إلى منزله من الديانة المسيحية مؤكدا أنه لا يمكن ترك الأرض التي ضحى بحياته من أجلها موفد أخبار الآن حسام الأحبابي التقى حسام وعد لنا التقرير التالي بدموع الحزن والحسر هجرها مرغما بفعل إرهاب داعش وبدموع الفرح عاد إليها مبتهجا وكأنه ولد من جديد حسام يعود إلى جيرانه وأحبته هو أول عراقي من الديانة المسيحية يعود لدياره وجذوره في الموصل جبارة يعني قاموا يفترون بالبيكامات وصعوني والمسيحية يخرجوا من ديارنا ووحدكم نيام السبيل واثنى حيشة دارلات فأنتجز فيها له وتأسلمون فأنا بيدينا يبيع وطنها وشرفها يعني ما كدعي هذا شيء موضوع واني ابن البلد انطيت هيدية ورجلي ورجلي الوطني فكيف إحنا نترك وطننا ونترك عرضنا والموصل تعني إن جنة الله بالأرض العراق ككل أقول كل العراقي ما عنده أرض ما عنده أرض وتركوا كلمة الأقليات يا ناس فكروا في شعبكم وبناء أرضكم الموصل منكوبة يعني للأنبياء النبشت بور الأنبياء النبشت هاي أم الأربعين نبيه توقف يوم السيد فرآن باوا على باب الطب يعني الأرض خراب ليش آهني استقبلت الموصل بدموع دموع محبة يعني دموع فرح وهاجرت الموصل بدموع الوفاء والحب هما أبرز صفتين اتسم بها حي البكر شرقي الموصل جيران حسام كانوا أشد وطأة على داعش الذي كان يحوم حوله فوقفوا ضد أي تهديد له وأفشلوا محاولة مصادرة منزله متسلحين بالتعايش السلمي هذه السيدة الموصلية أم علي كانت في مقدمة المتصدين لغايات داعش حيث وقفت بوجه مسلحيه دفاعا عن بيت حسام معرضة حياتها للخطر مقابل منع التنظيم من مصادرة المنزل من كانوا يجون الدواعش يسألونه يعني أنه هذي بيوت مسيحين قالوا لم لا هاي ما بيوت مسيحين كان عامر ولد مسلم قاعد ببيت حسام ما كان يخليهم يأخذون غرض من البيت يجون يقولون هذا إذا بيت مسيحي ما تلمون الله حالكم فما نرد عليهم هذا بيت اليوم نستجل نفس الشيء يجون علينا يقولون هذا احنا متأكدينك وناس معنا جاء حتى مرة معهم ولد ملثم قالوا هذا بيت مسيحي أنا متأكد قلنا له لا هذا ما بيت مسيحي هذا بيت مسلم محافظنا علينا ما خلينا يخذون غرض منه ولا يقعدون بينا أما رضوان فتمكن من إنقاذ حسام من كماشة داعش وأخرجه من الموصل وقت احتلال تنظيم المدينة وبقي محافظا على منزل حسام المسيحي كما يسميه جيرانه دون الاكتراث لقمع التنظيم ووحشيته سلمنا البيت أمانه بيد عامر حافظ على البيت عامر بعد مسؤوليتك هذا البيت صاب مسؤوليتك هو وأثاثه فظل عامر هو زوجته وأطفاله بالبيت قاعدين وقاموا يجون عليهم الدواعش هذا بيت مسيحي أخلوه البيت قالوا يا ابوه مسيحي طالع من الزمان وقبل ما تفوتهم الدواعش قاعد بالبيت إيجار ففرضوا عليه قيمة إيجار لـ 150 ألف شهريا فقام الرجل يخطع من حلق أطفاله وينطيها حسام المع للأنذال الدواعش التعايش المسالم هو ما يوصف به حي البكر كأمثاله في الموصل بغض النظر عن تنوع سكانها فكان الوقوف بوجه الإرهاب سلاحا أكثر وقعا على داعش وأساليبه في استهداف لحمة الموصل وتماسك أبنائها اقترح التحالف الدولي بقيادة البلايات المتحدة إجلاء النساء والأطفال من قافلة مسلحي تنظيم داعش وأسرهم العالقة في البادية السورية جاء ذلك في بيان لقائد التحالف ضد داعش الجنرال الأمريكي ستيفن توسوند قال فيه إن قادة التحالف اقترحوا على الروس سلسلة من الخطوات لكي يكون بإمكان النظام السوري إجلاء النساء والأطفال أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنديين روسيين قتلا بقصف مدفعي لمقاتلي تنظيم داعش قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا موضحة أن جنديا قتل على الفور في حين توفي الثاني متأثرا بجروحه في المستشفى وأن الحادثة وقع بينما كان يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتقاتلين أحييكم من جديد أعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن ألاف الأشخاص معظمهم من الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ولجأوا إلى بنجلاديش المجاورة أوضاع مسلمين الروهينغا في تقرير الزميلة حنان ظهر لا تزال قضية مسلمين الروهينغا عالقة ولا يزال الألاف منهم يتعرضون بشكل يومي للتعذيب والقهر في ميانمار ما يدفعهم للخروج من بيوتهم فارين بما تبقى معهم من أرواح وأعلنت الأمم المتحدة أن 87 ألف شخص معظمهم من الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ولجأوا إلى بنجلاديش المجاورة وكان مسؤول من بنجلاديش قال إن خفر السواحل انتشروا جثث عشرين امرأة وطفلا من الروهينغا انقلب زورقهم بينما كانوا يفرون من العنف في ميانمار وستتصعد الضغوط على بنجلاديش لإيواء آلاف آخرين تقطعت بهم السبول على حدودها البرية وصرح القائد في خفر السواحل ببنجلاديش إن المياه جرفت جثث أحد عشر طفلا وتسع نساء من الروهينغا إلى بنجلاديش عند ضفة نهر ناف الذي يفصل بين البلدين بعد انقلاب زورقهم من جهته حذر مجلس حكماء المسلمين من استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحثم لإنهاء معاناة مسلمين الروهينغا في بورما ودعا إلى وقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير لأنه يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم الدوليين ويعكس مجددا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية مما يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم أما الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زي أصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام فقد دعت أونغ سانكسوكي والتي تشغل حاليا منصب مستشار الدولة في ميانمار والحاصلة على الجائزة نفسها إلى إدانة المعاملة المخزية التي تلقاها أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار قائلة إن العالم ينتظر منها أن تتحدث أشار دراسة جديدة لعلماء أوروبيين متخصصين في التربية إلى أن العقاب الخطأ للطفل يؤدي إلى انتكاسه وانتكاسه تؤثر بشكل سلبي على نفسيته التفاصيل في التقرير التالي مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله عند ارتكاب الطفل خطأ ما لا بد من عقابه كي يفرق بين ما هو مقبول وما هو مرفوض ويجب أن تكون طريقة العقاب مناسبة لدرجة الخطأ وعمر الطفل يقول مختص التربية ألبريت فليبي إن علماء التربية في أوروبا وضعوا قواعد لتقويم سلوك الطفل من خلال العقاب وذلك بتحويل السلوك غير المقبول عنده وحمايته من العناد والتصرفات الخاطئة والتي تتمثل بالتالي أولا تجنب الصراخ يجب ضبط النفس أمام الطفل لتجنب إرهابه فالصوت العالي يجعل مخطف ليفرز مادة الكورتيزول التي تحد من قدرة الطفل على الفهم والاستيعاب ثانيا الإقصاء وهو بتخصيص مكان للعقاب يجبر الطفل على الجلوس فيه بمفرده ليفكر في الخطأ الذي ارتكبه والذي أقصاه عن الجماعة فيتجنبه ثالثا الحرمان منعه من لعبته المفضلة ومشاهدة التلفاز وكل الأنشطة التي يحبها رابعا إصلاح ما أفسده وإجباره على تصحيح خطأه كأن يقوم بإصلاح الشيء الذي قام بإفساده كي لا يكرر ذلك خامسا إبعاد مفهوم الانتقام إقناع الطفل أن سبب العقاب ليس انتقاما منه بل لسوء تصرفه سادسا المكافأة عند تخطي الطفل للخطأ الذي قام به والتزامه بعدم تكراره يجب مكافأته لتشجيعه على إصلاح سلوكه يسعى عدد كبير من المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين باستخدام وسائل عديدة منهم ما يلجأ إلى الأدوية أو العلكة أو كما يلجأ البعض الآخر إلى ما يعرف بشيشة الإلكترونية كبديل عن الشيشة العادية فهل هي فعلا بديل صحي؟ نتابع يكاد لا يجف قلم الدراسات الذي يكتب عن مدار التدخين وسلبياته ولا يتوقف البعض عن التمسك بالتدخين رغم أضراره حتى ظهرت لنا ظاهرة الشيشة الإلكترونية التي بدأت تنتشر بصورة فائقة سوق مروجو الشيشة الإلكترونية على أنها وسيلة من وسائل الإقلاع عن التدخين وأن تدخينها يعتبر أقل ضرر من السجائر العادية الأمر الذي جعلهم أكثر ذكاء من مروجي السجائر ويتساءل الكثيرون عن كيفية عمل السجائر الإلكترونية وهل هي بديل حقيقي للإقلاع عن التدخين أكيد طبعاً الأرقيل الإلكترونية منتشرة بشكل كتير كبير أنا كان إلي تجربة بـ 2013 ببداياتي أول ما ظهرت هي بتعرفي أنا ماني مدخن ولكن بس شيشة وهيك فحبيت أنه كنوع من حجمها صغير وكذا ونوع من التجريب وتغيير صراحة أنا شخصياً سببت لي بعض المشاكل وما حسيتها مريحة والزيت السائل اللي فيها ولكن مؤخراً شايف ما إن شاء الله يعني الكل اللي عم يستخدمها أفادت نتائج دراسة تحلل مستويات المواد الخطرة والمسببة للسرطان في الجسم أن استخدام السجائر الإلكترونية أكثر أماناً وأقل سمية بكثير من تدخين سجائر الطبغ العادية ووجد الباحثون أن مستويات السموم في لعاب أو بول الذين تحولوا من تدخين السجائر العادية إلى السجائر الإلكترونية أو العلاج ببدائل النكوتين مثل العلكة وملصقات النكوتين لستة أشهر كانت أقل بكثير من مستوياتها لدى من واصلوا التدخين والله أنا حاويت الشيشة الإلكترونية لحتى تغنيني شوي عن الشيشة العادية أنا بصراحة أريت كثير عنها بمواقع الإلكترونية أنه هي أقل ضرر من الشيشة العادية لأنه الشيشة العادية بتعرفي فيها مواد سكر وحرق سكر وبالإضافة لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الفحم اللي بينحط فوق الشيشة فهي عبارة عن بخار ماء ونيكوتين تبع الشيشة الموجود والطعمة تبع الشيشة فحبت أنه أعمل تغيير أترك الشيشة اللي ممكن أنه تعملي أسار سلبية وهي الشيشة الإلكترونية بلكي بتكون بديل عنها من جهة أخرى ما زالت أضرار الشيشة الإلكترونية غير معروفة تماما إذ يقول البعض أنها تسبب ماء فرئة والبلغم وقد تؤدي إلى السرطان كما سجلت حالات عدة حوادث انفجار الشيشة الإلكترونية أثناء استخدامها أحييكم من جديد مشاهدين كرام ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين خصصناها لهذا اليوم للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي نقرأ منها اشعل سيجارتك بهاتف آيفون بات في وسع مستخدمي هاتف آيفون تركيب ولاعة تتمتع بقدرات تفوق نظيراتها التقليدية في أمور شتى يبلغ ثمن الولاعة 15 دولاراً وتأتي على شكل شريحة في حافظة مخصصة لهاتف آيفون من اليوم السابع المصرية اخترنا لكم مشاهدين ثلاجة ذكية متحركة قادرة على إحضار الطعام والمشروبات كشفت إحدى الشركات التكنولوجية عن ثلاجة جديدة صغيرة الحجم قادرة على الحركة من مكانها لتوصيل الطعام والمشروبات للمستخدم بكل سهولة إذ ترتبط الثلاجة الذكية بقاعدة بيانات توفر لها التفاصيل والمعلومات عن كل محتوياتها من الداخل وصحيفة البيانة الإماراتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم الماغنيسيوم لعلاج ارتفاع ضغط الدم جاء في تفاصيل الخبر خلصت دراسة جديدة أن مرهم الماغنيسيوم يعالج ارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز مستويات المعادن في الدم وختام من النهار اللبنانية العثور على جثة محفوظة تعود إلى أكثر من 300 سنة تقريبا اكتشف علماء بناء في الصين نعشا محفوظا يعود إلى قرون من الزمان في قرية شينزو هو في مقاطعة هونان في الصين كشفت شركة كاتفونز عن الهاتف الذكي كات اس فورتي ون المخصص للاستخدامات الشاقة خلال انشطة معرض اي اف اي للإلكترونيات في العاصمة الألمانية برنيل وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكي يمتاز بأنه مقاوم للغبار والماء كما أنه يشتمل على شاشة مضادة للكسر بقياس خمسة بوصة وبدقة اجديد بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين كوريا جنوبية تجري مناورات ضخمة بالذخيرة الحية تحذيراً لبيونج يانج الإعصار إيرما يشتد إلى الدرجة الرابعة مهدداً الكاريبي وفلوريدا ومع استمرار اضهادهم في بورما عشرات الآلاف من الروهينجا لجأوا إلى بنغلاديش خلال عشرة أيام بهذا إذن مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ممكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء دائماً كونوا اشتركوا في القناة